يعاني الكثير من المتقاعدين في العراق من تأخير معاملاتهم وإيقافها لفترات طويلة بسبب الروتين وانتشار الفساد الإداري أحد المتقاعدين من أمام دائرة التقاعد العامة في العاصمة بغداد ومن خلال قصيرة شعبية هاجم الفاسدين في الحكومة دعونا نشاهد هنا خيرتكم من داحد هذا شيء معروف خيرتكم من داحد وهذا شيء معروف ولكن الله يابتكذب على الشعب يوميا عمرتوا للتقاعد رحتوا وتبقوا عمرتوا للتقاعد رحتوا وتبقوا رجعتوا ومعتوا العشرين بالمئة وكنا من مستحاة ناغيرة مدخجلون والله لعبتوا بالبلد لعبة الجابية والله من اللي بيأتوا طارقتوا حيلا والله من اللي بيأتوا طارتوا الخيرات شابتكم عزيزين فرادكم ممعين عاشر ونتم لاعطوا حيلا وعنية لكن خلاّنا هابتوا وعزانكم ممعينين بكتب لوّك ناش خلاّتوا عليها ورما ينس الشعب أبعالكم شيئناك باقة الخارجيين بكتو الشعب جوحان ترنيانات بكتو الشعب جوحان يا هملي تجتمني أنك المال حدث حرامي ودارات وبدخ ببنوز هاي الناس ودارات وبدخ ببنوز هاي الناس فرهت للشعب بفتول مالية